أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2021-2022 أضافت الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات ويستمر حتى يوم الخميس التاسع عشر من أغسطس الجاري مشيرة إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات